موسيقى الحنين إلى معانقة الكأس وكان الحلم الذي عكسته أعين لاعبي فريق أعوزو ونظيره لامازيا في نهائي بطورة كرة القدم للناشئين الذي أشرفت على تنظيمه رابطة كرة القدم الفرعية بالدائرة الثالثة مما أعطى عمدة بلدية الدائرة شرف ركلة افتتاح المبرى فبدأت المتعة في هذا الدرب الذي وضع أبناء الدائرة الثانية في كفتين من أجل تحقيق غاية لا تقبل القسمة على اثنين وهذا ما أضفى طابع الندية والحمس الذي اتصفت به هذه المواجهة هجمة بهجمة تلك هي الاستراتيجية التي رافقت اللقاء منذ صافرة بداية الشوط الأول وحتى انتهاء الوقت الأصلي للشوط الثاني بالتعادل السلبي الذي ألجأ الفريقان إلى ضربات الجزاء الترجيحية التي اتسم فيها الحفظ لفريق أوزو بطل النسخة الماضية لأن يتوج بالبطولة ويظل على عرشه حتى الدورة القادمة عمدة بلدية الدائرة الثالثة سامي ميشيل ميشو خلال حفر التتويج شكر القائمين على أمر هذه البطولة على بادرتهم الطيبة التي تساعد في التقدم والتطوير لصالح ترقية رياضة بالبلاد بطولة كرة القدم للناشئين أهده شارك فيها 12 فريقا قدموا من مختلف دوائر العاصمة أنجمنا شكرا